نرحب بالمتحدث باسم الحكومة العراقية دكتور باسم العوادي مرحبا بك دكتور باسم عبر حصاد التغيير وأبدأ معك من تعاهدات رئيس الوزراء بأن يعمل من أجل تنفيذ المشاريع حدثنا أكثر عن المشروع الذي تحدث به السيد السودان اليوم وما هي الخطط المستقبلية أيضا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم لمشاهدي قناتكم الكريمة شكرا لإتاحة الفرصة بكل تأكيد أعتقد تقريركم تناول الجوانب الفنية وأنا أعتقد مشروع كبير ومنجز كبير إن شاء الله ولا سيما أن الأهم أو الذي يتزامن مع المنجز فترة التنفيذ وهي 425 يوم يعني إحنا نتحدث إن شاء الله عن 14 شهر سنة وشهرين من المفروض أن يتم إكمال هذا المشروع يعني ولو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء ولو طرح هذا المشروع قبل مثلا 6-7 سنوات لكنا نتحدث عن 4-5 سنواتنا هيك عن فترات التلكم بالتالي إصرار من قبل السيد رئيس الوزراء وما قبل الإصرار وما بعد الإصرار السيد رئيس الوزراء عندما أطلق تسمية عامل إنجازات على هذه السنة فبكل تأكيد هو يعي ما يقول جيداً ولديه البرنامج الثابت ويعني بالجداول وبالتاريخ وبالتسلسل على الخطوات الكبيرة التي إن شاء الله يعني يتم إطلاقها هذه السنة أو التي سيتم افتتاحها هذه السنة جمالاً لو تحدثنا على هذا الشهر يعني مع بواكير الأيام الأولى تم افتتاح جسر الإقريعات وطبعاً الافتتاح تم بصورة سريعة باعتبار لدينا زيارة الإمامين الكاظمين يوم 25 رجب والناس والشارع والخطط الأمنية محتاجة هذا الافتتاح لكن الجسر بحاجة إلى بعض الأمور التفاصيل الأخرى مثل ما موجود بالتصميمات وهي بالخصوص التغليف أو إكمال الجسر أو الديكور النهائي للجسر وهذا إن شاء الله ستتم المباشرة به ما بعد 25 رجب إلى أن يكتمل بحدود سبعة أشهر مثل ما أبلغني السيد وزير العمار والإسكان انتقلنا من جسر الإقريعات إلى وضع حجر الأساس لمدينة الجواهري وكما تعلمون قرابة 30 ألف شقة سكنية ومعها عشرة آلاف قطعة سكنية مكتملة الخدمات إن شاء الله نحن خلال الأشهر القادمة نتحدث أو قصد نتحرك أو الحكومة تتحرك باتجاه إن شاء الله وضع الحجر الأساس لمدينة علي الوردي ثم ما بعد ذلك المدن السكنية الثلاثة في كربلاء وفي الحلة وفي نينوة انتقالا إلى الناصرية وتابعنا جميعا اليوم العمل المكثف والمشاريع التي أطلقها السيد رئيس الوزراء ولعل الناصرية حركت قضيتين جدا مهمتين وهما من أكبر المشاريع المتلكئة في العراق وهو مطار الناصرية وأيضا مطار نينوة ولعل الإشارة التي أشرتم إليها والموقف السيد رئيس الوزراء بتحديث سلطة الطيران المدني كان مرتبط بدرجة كبيرة بتأخير تنفيذ مطار الناصرية ومطار نينوة واتخذ السيد رئيس الوزراء مع المحافظين في الناصرية وأيضا في الموصل الخطوات اللازمة مع الشركات المنفذة ومع وزارة الماليين اتخذ كامل الخطوات التي ستسحل إن شاء الله خلال هذه السنة أو أزيد قليلا من أن يرى العراقيون ويرى أبناء محافظة الموصل والناصرية المطارات وفق أحسن وأفضل المواصفات التي تخدم العراق وأيضا تخدم الطيران الإقليمي في المنطقة انتقال إلى طبعا هذا المشروع الكبير سبع كيلومترات وسبعمية وكسر متر يعني جسر جديد جدا يضع على نهر دجلة يربط جانبي الكرخ والرصافة مشروع كبير جدا يفك زحمة الاختناقات المرورية في بغداد يغير وجه بغداد إن شاء الله بالصورة الإيجابية ناحيك عن المشاريع الأخرى لعل هذا المشروع الحزم الأولى من حزم فك الاختناقات المرورية بتبقى فيها مشروعين مشروع جسر الجادرية وتطوير أبو نؤاس إلى مقتربات ساحة النسور مع الممشى الجديد الممشى اللي يجانب إلى كورنيش الكرادة والممشى الثاني سيكون مقابل البناية الجديدة للبنك المركزي مع الجسر إن شاء الله والحزم الأخير أو المشروع الأخير في الحزم الأولى لفك الاختناقات المرورية ستكون إن شاء الله بتنفيذ المشروع الذي سيتم ربط الجسر الطابقين بالجسر المعلق وهناك أخبار مفرحة خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله من رئاس سيد رئيس الوزراء وأيضا من وزارة الإعمار بافتتاح هذا الجسر لذلك المشاريع إن شاء الله لن تتوقف ومرة أخرى باختصار السيد رئيس الوزراء أطلق تسمية عامل إنجازات إن شاء الله سيكون هذا عامل خير وعامل إنجازات التي ستولد فرحة كبيرة في قلوب عموم كل أبناء شعبنا العزيز دكتور باسم بعد ترحيبك ثانية وفيما يتعلق بمجالس المحافظات الحلقة الجديدة التي أضيفت للسلك الحكومي إن صح التعبير كيف سيكون التنصيق بين هذه المجالس والحكومة العراقية أو بمعنى آخر كيف ستساند مجالس المحافظات الحكومة في برنامجها آسف جدا بكل تأكيد أنت حين من هذه التجربة الديمقراطية الكبيرة جدا وفت الحكومة العراقية بإلتزامها الذي قطعته في المنهاج الحكومي أمام البرلمان الشعب العراقي والقوى السياسية لعلكم تتفقون معي كانت تجربة انتخابية تلفت الانتباه بدون حضر أمني وبدون قطع شوارع وتمت الخطط الكاملة سواء كانت الخطط التقنية في المفوضة أو الفنية رغم التلكؤ البسيط الذي يجب أن نشير إليه وتم تلاحقه أو تلافيه في تجربة التصويت الخاص لكن إجمالا حقيقة استمعنا إلى وجهات نظر متعددة داخلية وخارجية عبرت عن إعجابها ونتمنى إن شاء الله تعهد إن شاء الله من الحكومة العراقية على التجارب الانتخابية القادمة إن شاء الله ما بعد سنوات بكل تأكيد ستكون مميزة وأفضل من هذا الشكل مجالس المحافظات حلقة مهمة حلقة دستورية في الإجابة على سؤال لماذا رجعتم إلى الانتخابات مجالس المحافظات كدولة ديمقراطية برلمانية متعددة الأحزاب لا تستطيع أن تتجاوز الدستور ستباشر مجالس المحافظات بعد أن تتفق الأحزاب رسميا أو الكتل الفائزة على طبيعة اختيار المحافظين وطبيعة تشكيل اللجان في داخل المحافظات من قبل مجالس المحافظات الحكومة العراقية السيد رئيس الوزراء في الاجتماع الأقير للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية أصدر مجموعة من التوجيهات أتذكر أنا قرأتها جيدا في الموجز الأسبوع الماضي وجه السادة المحافظين بتحيئة كافل السبل الإدارية والفنية واللوجستية لكي تباشر مجالس المحافظات محامها الشيء الوحيد أو الذي ستقوم به الحكومة العراقية هو أنها ستتابع عمل هذه المجالس لأن في النهاية ما تقوم به مجالس المحافظات هو عمل تنفيذي عمل يتعلق بإدارة المحافظات ومتابعة مراقبة المحافظ بعد التشريعات المحلية وأيضا تنفيذ المشاريع والخطط واقتراح المشاريع والخطط وبالتالي بما أن الحكومة هي حكومة قدمات وحكومة أعطت تعهد للشعب العراقي أن تكون صفة الخدمات هي الصفة المميزة والخدمات بما تشمل كل ما يتعلق في البنى التحتية والطرق والجسور وأغلب احتياجات المواطنين العراقيين في هذا الجانب الحكومة العراقية ستتابع بكل تأكيد عمل هذه اللجان سيكون هناك تنسيق كبير بين السيد رئيس الوزراء وبين المحافظين أو السادة رؤساء مجالس المحافظات وستضمن الحكومة العراقية إن شاء الله أن يكون هذا العمل أو هذه الدورة دورة للتعاون الفعلي والجاد والحقيقي لخدمة أبناء المحافظات ولن يكون هناك أي تساهل بأي أخطاء قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر